اشتركوا في القناة لافتات كتب عليها اسم شويكاني واضحين انها ولدت في مدينة شيكاغو وذهبت الى سوريا لمساعدة المحتاجين هناك الا ان النظام قام باعتقالها وتعذيبها ثم قتلها كما طلبوا رئيس النظام بشار الاسد بوقف احكام الاعدام واطلاق سراح السجناء انطلقت في العاصمة الكزاخستانية نور سلطان الاجتماع الرابع عشر للدول الضامنة لمسار استنى حول سوريا ويشارك في الاجتماع كل من تركيا وروسيا وايران والنظام ووفد من المعارضة السورية حيث بدى الاجتماع بلقاء بين الوفدين الروسي والايراني لمناقشة الجوانب التقنية ادخلت حكومة الانقاذ كميات كبيرة من المحروقات الاوروبية عبر تركيا الى محافظة ادلب شمالي سوريا وقال وزير الاقتصاد في الحكومة محمد طاه الأحمد في تصريح لوكالة سمارت انهم عملوا مع شركة وتدل المحروقات على استيراد محروقات اوروبية الى المناطق المحررة بوساطة من شركة تركية وضيفا انهم وزعوا المحروقات على كافة محطات الوقود شمالية سوريا ارتفعت اسعار لحوم المواشي والدجاج في العاصمة دمشق متأثرة بانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي ونقلت وكالة سمارت عن تجار لحوم ان ارتفاع سعر اللحوم يرجع الى انخفاض عدد رؤوس المواشي نتيجة تهريبها الى خارج سوريا اضافة الى ارتفاع سعر كيلو العلف الذي يستخدم غذاء للمواشي نشر تلفزيون الخبر الموالي تعميما صادرا عن رئيس جامعة دمشق يقضي بمنع انواع من الالبسة وصفها بغير اللائقة داخل الجامعة ونص التعميم على منع دخول اي طالب يرتدي نقابا او شورت او قلابية او لباس رياضية مع التأكيد على عدم المخالفة اصدرت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام قرارات بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعم زوجة بشار الاسد طريف عبدالباسط الاخرس وابنائه وبحسب موقع الاقتصادي فان قرار الحجز الاحتياطي جاء بسبب مخالفة بندن في التعريفة الجمركية وهي مخالفة النوع وفق ما نقل الموقع عن مصدر في جمارك النظام تستعد السلطات الماليزية لاستضافة قمة كوالا لمبور الاسلامية بمشاركة تركيا وقطر وباكستان واندونيسيا وقال الامين العام المشترك للقمة شمس الدين عثمان ان اربعمائة مشارك منهم مئتين وخمسين ممثلا من اكثر من خمسين دولة اكدوا مشاركتهم الى الان بهدف مناقشة قضايا العالم الاسلامي والبحث عن سبل حل جديد لمشاكله نهاة الموجز حياكم الله الى اللقاء اشتركوا في القناة